تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف ألمحة والأزمات أقلعت طائرات نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بور سودان محملتين بأطنان من الشحنات الطبية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بور سودان محملتان بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين وفي سياق متصل تم صفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببور سودان ترجمة نانسي قنقر من المساعدات دي جاية ومعها مجموعة من كبار المسؤولين المصريين لإيصار أو توجيه رسالة سياسية للمجتمع الدولي كله بأهمية التضامن مع السودان في هذه مرحلة ضخيخة والحرجة اللي زي ما قلت إن شاء الله يمر منها مصر لن تألو جهدا في سرعة إنهاء الأزمة الحالية في السودان وأيضا لن تألو جهدا في عودة الحياة لطبيعتها لإخواننا السودان وبنقول لهم إن شاء الله السودان زي ما عودنا دايما يعدي أو يمر من هذه الفترة الصعبة بجود أبناءه وبتماسكهم وتضامنهم نتقدم بكل شكر وكل شكر وعيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاكلين لمجهداته من المغدرة وهذا يندلع نبدل منه على خصوصية العلاقة بين سودان ومصر التي يظهر في جزور التاريخ العميق يمكن مواقف جمهورية مصر العربية لا تعدل تحصى تجاه شعب سودان في كل الملمات والكوارس التي تحضر خلال السنوات الماضية نحن من هذا نبدل عنه قوة العلاقة وخصوصيتها بين مصر ونحن برضو المرة الثانية نشاكله للسيد الرئيس جمهورية مصر العربية على رعاية هذا المجهود ونظمن أن المسائل تدور تعود العلاقة بينها كما كانت والمور تسير بينها كما كانت إن شاء الله يأتي ذلك تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم ترجمة نانسي قنقر